السلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة حديث القاهرة ولا يذال حديث القاهرة ويجب أن يظل حديث القاهرة دائما دائرا مستمرا حول سد النهضة وعايزين من النهاردة نقول السد الأثيوبي لا سد النهضة لأنه ليس لنهضة يمكن أن يقيمها سد مختصب ويضيع الحقوق ويهدر القوانين ويضرب بالإنسانية فهو سد أثيوبي وليس سدا للنهضة أبدا وصل حالة التساؤلات والشائعات والتوقعات والأمنيات والتخوفات والتوجسات والشائعات والتصريحات والتحليلات فقدر كبير من العقبية من التفكير يمكن أن يشوش ويمكن أن يحتار علشان كده خلينا النهاردة أبدأ منطلقا من فكرة أظن أننا يجب أن ننتبه إليها معا وعايزين نتشارك في التنبه إليها وهي الحقائق التي يجب أن تظل ثابتة نختلف في المشهد في الرؤى في التصورات في وجهات النظر حتى في المشاعر والعواطف ما بين الالتهاب والبرود كل ده قائم وارد طبيعي أحيانا مطلوب لكن لازم تكون في حقائق تبدو ثابتة لدينا جميعا أول حقيقة أن السد الأثيوبي تهديد وجودي لمصر هكذا أعلن وزير خارجية مصر إعلانا واضحا صاطعا ناصعا قاطعا أن السد الأثيوبي تهديد وجودي لمصر يعني إيه تهديد وجودي لمصر يعني الصراع بقى صراع المعركة بقت معركة صراع مش صراع سدود صراع وجود صراع وجود لا صراع سدود ليه؟ لأنه لم يبقى أزمت يعني فكرة مصر وجود مصر التاريخية الحضارية المصر مصر آلاف السنين مصر الجغرافية مصر البشرية كل ده مهدد وجوده مهدد بالسد الأثيوبي وجوده مهدد بنقص ماء النيل وبجفاف مصر الوجود نفسه مهدد حياتك كنت مهددة إذن هو صراع وجود لا صراع سدود ما بنتخلقش على سد احنا بنتخلق على حياة على وجود ودي نقطة لما يقولها بقى وزير خارجات مصر اللي هو صوت مصر للعالم بالوضوح وبالحدة دي وبالقطع ده فهذا أمر معناه أنه مؤسسات الدولة وجهة الدولة والشعب كله وصل إلى هذه الفكرة هذا الاعتقاد هذا الاعتناق ليقين اسمه أنه السد الأثيوبي تهديد لوجودنا الحقيقة التانية السبتة أنه مصر لن تقبل لن تقبل أن ينقص حصتها قطرة ماء واحدة من مياه النيل وهذا وعد وتعهد رئاسي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه منذ شهور وكرره أكثر من مرة إذن يبعا عندنا حقيقتين راصختين لدينا الحقيقة الأولى أنه السد تهديد وجود والحقيقة التانية أن مصر كلها بما فيها وأولها رئيس الجمهورية لن تسمح بقطرة ماء واحدة كوب ماء واحد ينقص من حصة مصر في النيل ده يتم إزاي بقى الحقائق دي نوصل بها إزاي دي الطرق اللي ربما تختلف الرؤى لكن تنتهي إلى الحقائق الثابتة اللي بنتكلم فيه وأنا أعتقد اعتقاد يعني حقيقي أن مصر ستنتصر في هذه المعركة لأنها معركة حياة مش مسموح فيها بالخسارة أصلا طيب تعالوا نقول ما الذي حدث في مجلس الأمن حتى الآن لأنه مجلس الأمن كان عبارة عن الجلسة التي نقشت فيها أو طرحت فيها الأوراق والكلمات والبيانات من خاصة بالدول ومنهم مصر وطبيعة الحال بينما الجلسات لذلت مستمرة والنقاشات لذلت قائمة والمحاورات والمفاوضات بين الأطراف كلها لذلت تدور بإيقاع السريع أحيانا بطيء أحيانا سخيف أحيانا لكنها تدور أهم ما في يعني ما تم طرحه من أعضاء مجلس الأمن كما هو واضح سواء في الجلسة أو ما يعقب من تصرحات ومفاوضات ومناقشات الثابت يعني أنهم عايزين يعيدوا المفاوضات إلى مظلة الاتحاد الإفريقي تعالوا نكلم عن الحقيقة ثابتة ثالثة في هذا المجال أن المفاوضات عبر الاتحاد الإفريقي كما أكد وزير الحارجية وكما تأكد كل ذي عينين وضمير في مصر أنها وصلت إلى بام مزدود المفاوضات مع أثيوبيا من خلال وعبر الاتحاد الإفريقي وصلت إلى بام مزدود وزير الخارجية قال ما كنا نقوله من قبل الحقيقة أنه الأثيوبيا بتتعامل هو استخدم التعبيرات دي صلف عجرفة يعني في أكثر من كده دقة غرور تعالي تعاني تطويل مط تسويف تأجيل في هذا الباب المزدود اللي اسمه الاتحاد الإفريقي لن ينفتح طول ما الطريقة الأثيوبية قائمة لهذا الحد بهذه الدرجة طيب ما لو روحنا احنا لو فجئنا أو توقعنا مناش فجئنا أنه مصر قبلت العودة لمفاوضات مع الاتحاد الإفريقي أو تحت مضلة الاتحاد الإفريقي نحن نقول أنه لازم إلزام دولي ما فيش معنى لاستمرار المفاوضات تحت مضلة الاتحاد الإفريقي ما احترام مصر ومصر رئيس الاتحاد الإفريقي في وقت الأوقات وستكون رئيسة في وقت آخر من الأوقات مفيش معنى لحوار ومفاوضات تحت مظلة الاتحاد الافريقي لانها في طريق مسدود وبلا فائدة وبلا التزام وبلا الزام يعني لا معنى بدون الزام لا اثيوبيا ولا معنى بدون دعم دولي ووجود دولي طب ما ممكن بقولك قد تتوقع وقد تفاجأ بانه الدولة المصرية قبلت العودة الى المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الافريقي دونما موجود تمثيل دولي او دعم دولي فانت ساعتها تقول ايه؟ ساعتها لابد ان تعتقد راسخا ان لدى الحكومة المصرية ان وافقت على العودة لمفاوضات مع الاتحاد الافريقي او مع اثيوبيا تحت مظلة الاتحاد الافريقي انا لديها اسبابها ممكن انت بقى وجهة نظري يعني ربما تكون رغبة في ابداء مرورة وربما يكون رغبة في كسب وقت وربما يكون رغبة في مزيد من الصبر لمزيد من الترصد لمزيد من التحسب لمزيد من الاستعداد والتجهز انما هل انت تعتقد ان مصر العاقلة الراشدة هتخش تاني الى طريق مزدود وهي تعرف انه مزدود وزخرية قال للعالم كله وقال للمصريين كمان بالمرة هو قال للعالم كله يعني ما قالش للمصريين قبل العالم قبل ما يقول لنا احنا عرفنا زي ما هو قال بالضبط العالم ان احنا وصلنا الى طريق مزدود فهل تتصور ان الحكومة العاقلة الراشدة يمكن ان تسيد في نفس الطريق المزدود وهي عارفة انه مزدود في الاخر الا لو لديها حسابات اخرى قد تعلنها لو هي التزمت الشفافية وقد لا تعلنها لانه ده يفك كل اوراقها وما فيش حكومة عاقلة في الدنيا برضو وراشدة هتقول للمفاوض اللي قدامها انا بعمل كده عشان خطر كذا يعني تقول لشعبها وبقى لما تقول لشعبها ما العالم كله هيسمع انما يعني يظل الامر واضحا للغاية انه الطريق الحقيقة اللي انا اظن انها ثابتة لدينا ان الطريق الاتحاد الافريقي مسدود الحكومة المصرية ان عادت الى الطريق المسدود بتعود للطريق المسدود فعندها سيناريو اخر بتكسب بيه الوقت في الطريق المسدود هتسألني ولماذا سكتت الحكومة المصرية على استمرار طريقة المفاوضات دي مع اثيوبيا بلا اي طائل كل هذه السنوات على الاقل في السبع اثمان سنوات الاخيرة وكأننا قد اضعنا وقتا بلا طائل وكأنه احنا استسلمنا ومشينا وراء الفخ اللي بتعمله اثيوبيا من كسب الوقت وانه ده خطأ كبير طبعا انا في ظني انه لو كان السير في هذا الطريق خطأ فهو خطأ كبير بالتأكيد وانه الصبر تجاوز اي مدى واي احتمال واي سقف وانه كان يجب ان احنا ناكد مواقف ده مش حكمة بأثر راجعي احنا برضو كنا بنقول ملاحظات على الطريق ده من الاول لكن لكن لابد ان ننظر من جهة اخرى من زاوية تانية وزي ما بيقولوا كده ان تلبس حزاء الرجل اللي هو يعني تضع نفسك مكانه تضع نفسك مكان الحكومة خلال السنوات الماضية خلال السنوات الماضية هل مصر كان المفروض تقطع المفاوضات دي وطول يلا يا جدع هذا خطأ رهيب فضيع ويلا بينا الى اجراء اخر سواء بقى اللجوء الى المجلس الامن مثلا بشكل اكثر عجلة من ذلك او انه اجراء عسكري ما ناخد بالنا انه خلال السنوات الماضية ربما كانت اولويات الدولة اجهزة الدولة واولوياتها الكبرى استعادت الاستقرار والامن داخل المحيط المحلي داخل مصر داخل البلد كانت بتستعيد الدولة قوتها كقوة مركزية وقوة قابضة وقوة يعني قادرة على استقرار وانفرض الاستقرار في البلد البلد كانت وضعها صعب ومرتبك اقتصاديا للغاية نفسيا حتى ويعني وسياسيا كان وضعها بالنسبة الدولي كان وضعها في منتهى الهشاشة وكانت البلاد تقريبا اجنبية حتى كلنا جاءنا للمجلس الامن من 6 سنين كنا شفنا جلسة كارسية غير اللي انت شفتها دي قال الجلسة اللي انت شفتها دي جلسة باردة لكنها على الاقل اللي لم تكن معك فهي ليست ضدك انما انت لو كنت رحت من 6 سنين كانوا يعني سفك دمك السياسي طبعا والدبلوماسي على قارعة مجلس الامن فبلا كانت وضعها هش داخليا ووضعها هش خارجية فالوضع الهش داخليا محاولة لاستعادة القوى وبناء الدولة من جديد او جهزة الدولة ومؤسسات الدولة وده طبعا يعني برؤية ومنطق الدولة في استعادة البناء والاستقرار ولجأت حتى لاجراءات امنية يعني باطشة مش تجاه الارهاب طبعا الارهاب استحاكوا كل باطش انما تجاه حتى القوى السياسية والمشاطاء كل ده تحت عنوان استعادة قوة الدولة واستعادة هيبة الدولة وضبط ايقاع الحياة اليومية في مصر لصالح البناء والاستقرار فحتى الدولة في لحظة من اللحظات كان عندها احساس يحسبونا كل صيحة عليهم هو العدو يعني كأنه اي حد لو قال اي حاجة فهيهز الاستقرار والثوابط والديمومة والتنمية وما الى ذلك فكان فيه الدولة كان عندها اولوية هي الدولة دي دي اولويات الدول توافق انت ترفض لكن لازم تتفهم هو المشهد بيتم ازاي اه كان ممكن ده يتم بقدر اخر بشكل اخر خلاص بقى لما يعني يعني ده حكمة بأثر راجعي انما الحاصل انه كان الفترة اللي فاتت وفي الاخر الدولة وجلسة الدولة وانك كلمتها وقلتلك الميتين دولة بعد ما تزعل شوية ويعني تطئمس منك هتقوم ردة بوضوح او ربما ترد على طول بنفور يعني انه طبعا انت شايف النتائج اهو على الارض نجاحات حقيقية نجاحات حقيقية لن ينكرها احد او لن ينكرها الا جاحد يعني فيه نجاحات حقيقية فيه حاجات تانية مش نجاحات بس هو المشهد الحكومي عايز يتبص للنجاحات فيه نجاحات ونجاحات كبيرة ما ينكرهاش جرق اعمى فالحصاب اهو استعدنا بنعمل دولة التنمية عملنا مشاريع شوف ايه شوف كم وحدة بنت كم رصي الشوارع اتعامل كم طرق اتعامل كم مدن انجازات انجازات كانت تكفي ان احنا نمد حبال الصبر مع اسيوبيا لهذا الحد ده سؤال يمكن ان يطرح وان نتداول فيه ومن ناحية تانية بقولك وضعك كان هاش جدا عالميا ودوليا وكانش يفع تقول تعالوا جثوني او تعالوا شاركوني او تعالوا دعموني في مواجهة اسيوبيا او وفقوا على اللي انا هعمله بقى في مواجهة اسيوبيا لان وقتها انت كانت علاقاتك تقريبا متقطعة مع العالم وبدأت تلتصق وتلتائم وتجتمع في لحظات يعني في سنوات متتالية وزي وانت عشايف الدولة المصرية عملت ايه يعني يعني المشهد مثلا وانت بتروح بتتعاقد مع شركة المانية حتى بتحييها من فشل او من فلاس وبتعمل معاك الكهرباء الشركة الايطالية تعمل معاك التنقيب على الغاز الشركات البريطانية تعمل معاك والامريكية بتعمل معاك تنقيب على البترول يعني انت طول الوقت المانيا ايطاليا فرنسا بتشتري منها صفقات اسلحة كل ده بتستعيد علاقتك مع الدول دي والحكومات دي علشان يتماسك وضعك الدول فف فكرة الوقت الذي راح في استمرار مفاوضات بلا امد وبلا امل مع اثيوبيا لم يكن وقتا مهدرا كان وقت بناء بناء داخلي وبناء علاقات خارجية صحيح برضو انا اقدر اقول انه سنوات ترامب كانت فرصة سانحة اكتر لمواقف اكتر جزرية مع اثيوبيا وربما كانت حزبة الدولة ان ترامب هينجح في الدورة التانية لكن انا اعتقد انها كانت سنوات صالحة انك انت تنطلق فيها الى قرار لكن يبقى ان ده في المحصلة برضو عشان المسألة طبية واضحة ده هيقودنا لفكرة العنوان الكبير والدائر طول الوقت واللي حتى موجود في الصحافة العالمية واللي موجود في قلوب الناس وعلى كلهم قبل الصحافة العالمية وهو فكرة الحل العسكري هل نستخدم حل عسكري وانا مرضو عايز افكك الحكاية دي شوي حل عسكري يعني حل عسكري مباشر علني تتحمل مسؤوليته ولا حل عسكري غير مباشر غير علني لا تتحمل مسؤوليته فالحل العسكري مش فكرة العمل المباشر الخيال بتاعنا طيران ولا سواريخ تضرب يعني فيه يمكن يكون عمل عسكري غير مباشر وغير علني ولا تتحمل مسؤوليته ويجائز قائم الآن وتم الآن أو بيتم الآن جائز جدا دي حسابات دولة ويعني وطريق الدولة في الدفاع عن حقها وعن شعبها لكن الاهم من ده كله ان احنا نسأل هو قرار الحل العسكري قرار من واضح للغاية ان الحل العسكري رغبة الشعب لكن الحل العسكري ليس قرار الشعب واضح ان الحل العسكري عاطفة ومشاعر الشعب لكن الحل العسكري ليس مسؤولية الشعب الرأي العام يحس اللي يحس وهو حقه ويدعو الى ما يدعو ليه وينتظر ما ينتظره كما يريد ويحلو تماما ارادة الشعب وصلت له مشاعر عواطف حسيس تخوفات الى رغبة في ابرز واستعراض قوة احساس به ايهانة ما او انتقاص ما من المفاوضات يعني الاستبرار في المفاوضات من النوع ده جرح كبرياء الوطني بتصريحات اثيوبيا حس بانه منتفاض داخله كده لما سمع وزير الخارجية المصر هو بيقول انه اثيوبيا بتتعامل مع نهر النيل كأنه نهر اثيوبي وكأنه يعني بتاحها ملكها فربما يكون عند الشعب المصري كل هذه المشاعر والعواطف وهي حقه تماما وحريته تماما لكن ليس مسئوليته دي مسئولية القيادة مسئولية قائد هذه البلاد مسئولية القرار اتخاذ القرار توقيت القرار درجة القرار وما ده تحمل نتائج القرار وتبعات القرار فده يعني ده اللي لازم نضعه في ذهننا ان احنا عايزين لا نخضع للابتزاز ولا للاستفزاز فندفع نفسنا ورئيسنا وبلدنا لقرار لا تقتضيه الحاجة الان وفق معايير ومحددات مؤسسات الدولة هي تتحمل مسئولية يعني يوم ما هيجف النيل هنقول ان اللي مسئول الحكومة والرئيس مش هتقول انت يبقى مفهو ويوم ما يجف في النيل الرئيس هيبقى عارف ان هو المسئول يعني مش بحتاج حد هيقوله اذا يبقى هو صاحب القرار لاننا جميعا نعرف ان هو صاحب المسئولية نضغط نضغط بقى او نيأس او نحرض لا ما نعودش بقى وعين تحت ابتزاز واستفزاز القوة بقى الاخوانية والارهابية والنشاطاء اللي فيه قدر منهم يعني كاره لسياسة الدولة او كاره او عنده موقف حد وسلبي من الرئيس فعايز بقى يدخلنا وسط الابتزاز والاستفزاز لازم نكون اكثر وعيا من ده لكن المهم هنا انه مع قرار مط ومد المفاوضات او مع قرار حل عسكري مباشر او غير مباشر ومش مسئوليتنا نحدد مباشر ولا مش مباشر ولا في نفس الوقت التوقيت ده لكن بصرف النظر مع وضوح اظن انه الحقائق او الافكار اللي بقولها اظن انها واضحة وربما تنزيد وضوحا وتزداد وضوحا في تفسير وتفصيل اكتر لكن عموما يبقى انه سواء بقى مع الحقائق دي مفاوضات فيها مشوار تاني او قرار عسكري مباشر او غير مباشر السؤال هنا هل العالم معنا بعد اجتماعات مجلس الامن ليه لانه انت وانت لما تخش مفاوضات مع جانب زي الجانب الاثيوبي بكل ما شفناه من عنت وتعنت وصلف وغرور وعجرفة ارجو ان يكون واضح ان المنهج ده متعد لازم لن يفاهمين عشان احنا كمان ما مرسوش على بعض فالصلف ده انت هتواجه هيروح بقى وزير خارجية بيتكلم بحده وراخل ولن يسمح بقى بالالتفافات والمغامرات والمناورات ولن يسمح وزير الرأي ولن يسمح بقى الوافد المصري وهم ناس على اعلى مستوى يعني من الكفاءة انه هيسمح بقى بالمراوغات تاني فانت محتاج ايه محتاج مظلة دولية وغطاء دولي من المجتمع الدولي يسندك يضغط على السيوبيا معاك يوقف جنبك على علم ما يباش ضدك او لو خدت قرار عسكري محتاج العالم يبقى معاك او ما يباش ضدك يعني دايما الحد الادنى يعني انه ما يباش ضدك فانت السؤال هل العالم المشهد بالي احنا شفناه في مجلس الام واللي بنقراه واللي بننتبعه واللي بنبحث واللي بنتقصى فيه وبنحاول نشوف ابعاده العالم العالم اللي هو هنا مش الحكومات بس وان كان الحكومات حاجة مهمة طبعا لكن الحكومات في العالم كله فيما عادة روسيا يعني والصين مجتمعاتها بتأثر عليها وهي ممكن تجامل في حدود وفي الصفقات والمصالح تبقى معاك لكن في لحظة انت ممكن تنتظر منها كمصر كدولة مصرية تنتظر منها وقفة تضامنية دعم لحظة لا هيبقى هو الدولة دي فرنسا كانت امريكا كانت انجلترا ايما كانت غيرا للصين وروسيا اللي دولة مجتمعاته ما بتأثرش فيه فهيبقوا متحسبين للرأي العام اللي في بلدهم للإعلام هيقول عليهم ايه لللوبي وجماعات الضغط للمراكز الابحاث لأحزابهم وعضاء الكونجرس وعضاء الكنيسة ووضاع البرلمان الفرنسي هيبقى الحالة دي مجلس العموم بريطاني فانت الحكومات مش معانا بشك نهائي مطلق في المصالح طبعا تواقع وتاخد وتاخد فلوسه وتعملين وقتنا الصحفية وتكلمنا وكل حاج انما ساعة لما تطلب انت بقى كدولة بيبقى الرصيد هنا متوقف على هيكسب هو في رأي العام ولا لا اصلا انت كدولة كمصر لا يمكن تحتمل خسارة الدول الكبر فمهما خزالتك انت في الاخر في احتياج له انما هو فعشان كده هو بتصرف طول الوقت كدول اوروبية بالدرجة دي من المصلحة الواضحة والحدة جدا في وضوحها يعني فاش عواطفه مشاعر وكيميا بين دول وبتاع مفيش كده خصوصا بقى انا بقول ان المجتمع الدولي مش بتعاطف معنا ممكن يكون جزء منه مش ضدنا لكن جزء منه اخر ضدنا ومعسل ويعني المجتمع الدولي بقول المجتمع الدولي لانه برضو بعض يعني المسؤولين بيتصوروا ان المجتمع الدولي هو مجموعة الدبلوماسيين اللي هما بيقابلوهم او الموظفين الرسميين او حتى مجموعة رجال الاعمال اللي بيجوا او يروحوا في وفود رجال اعمال يتكلموا فيها مع المسؤولين المصريين حوالين اتفاقات ما صفقات ما استصمارات ما لا الحقيقة ده مش مجتمع الدولي ده جزء من مجتمع الدولي طبعا جدا طبعا دي ممكن تشتري الاعلام يعني يعني ياريت نراجع يعني قناعتنا او في الحكاية دي اكبر مالك الصحيفة اكبر مالك صحيفة في العالم يعني اكبر صحيفة في العالم واشنطن بست المالك بتاع الرجل بتاع امازون اخدت مواقف ضد السعودية حدة رهيبة وراجل طبعا الملياردير الهائل ده لم يتدخل خالص مع واشنطن بست عشان مصالحه مع السعودية وهي موجودة وبقوة كانت مهددة فيعني مش قوي كده يعني ويريد برضو كلنا مع بعض يبقى عندنا وجهات نظر نكمل بعض بلاش يبقى يعني عندنا رغبة في انه كل واحد محتكر الحقيقة هو الحياة في الملف ده وصاحب هذا الملف هو اللي عارف كل حاجة وفاهم كل حاجة يعني نفتح شوية ملفاتنا البعض يعني ايه بقى المشكل اللي انا بقول انه فيه اسباب لانه المجتمع عشو تعاطف معنا زي ما بقولك كده انه احساس الدولة المصرية انها يعني خلصها مع الحكومات خلينا اقولك رقم واحد بس مشكل كبير ان مصر بتستعيد قوتها الاقليمية تكلم ما دي بمشكلة نقطة منورة جد العالم كله التفت كل صحافة العالم واعلام ومسئوليه ودبلوماسيه والمعنيين بالشرق الاوسط عموما وعلى مدى الاسابيع اللي فاتت انا عرضتلكوا اكثر من مقال ودراسة وتصريح من العالم كله بيكلم على استعادة مصر اللي دورها الاقليمي الدولة المصرية بعد التماسك الداخلي اللي عملته وبعد استعادة مقاليد لاستقرار في البلد وبكل فغالية جدا بالمناسبة يعني بدأت تنظر للمربع المحيط او يعني من المحيط للخليج وبدأ العالم كله بيعترف بدور مصر عربيا في فلسطين طبعا مشهد الاخير لحرب غزة يعني ومصر ودور مصر فيها كان شديد الوضوح والقوة واستعادة كمان العلاقة المصرية الامريكية الى يعني تعاونها الاسبق او السابق بناء على الموقف المصري اللي خدته مصر ووجودها بقوة في ملف العراق والاردن والاجتماعها اجتماع الرئيس وزيارته للعراق والاردن ودور اقتصادي مصري للاعمار في العراق مصر بوضوح لما اعلنت على لسان رئيسة بكل قوة وحسم وحزم انه سرت خط احمر فكانت خطا احمر موضوع منتهي والملف اللي بيقعاد موضعته مرة اخرى وتموضعه مرة اخرى وحصل ردع لتركيا حتى ان تركيا حاولت ان تقدم يعني تعمل زي اللي بيشيل كفانها وييجي فالمشهد فالمشهد العربي او المشهد الاقليمي حتى الموقف من تركيا اللي توجود مع شرق المتوسط والاتفاقية الغاز مع قبرص واليونان واسرائيل كل ده عمل استنهاض لدور مصر ليبيا علاقة قوية مع السودان بعد صورتها الرئيس اللي تونس بييجي يعني غالبا يعني كمان اعلان تونسي واعتراف تونسي رئاسي بان مصر على حق عندما واجهت الاخوان وضحرتهم بعد اللي بتشوفوا تونس من تمزق تحتهاد الاخوان تعاون مصري قوي جدا مع نهارده رئيس الوزراء اللبناني كان او رئيس الوزراء المكلف ما عرفش هيعد هيكمل مرئاست ولا لا المهم هشكل حكومة ولا لا موجودة في البقاء السفير المصري في لبنان يقوم بدور بالتواصل مع كل اطراف اللبنانية بقولك الرئيس في العراق والارق ايه ده مشهد مصري يعود مرة اخرى بالحضور وبالكثافة وبالزخم ده وده ازعج بالتأكيد ازعج كثيرين يعني بالتأكيد يعني اطراف في مجتمعنا وخارج مجتمعنا وجود سد النهضة بقى او سد الاسوبي لا يجب ان نتورط ابدا فيه تكرار كلمة النهضة دي لاحقة به او واصفة اياه وجود بقى السد ده وبعيد الشر تشغيله ها مش بس يهدد يهدد بتعطيل مصر ده بشكل حقيقي بدون مبالغة وبدون تهويل يهدد كل ما نيجي هنتكلم كلمة نعمل حاجة يقولك اهو ما انتو عندكو السد ما كنتو عملتو معك اهو شاب بس مسالة مواضحة فهو المجتمع او اللي رافضين في العالم ده فيه جملة عند الدكتور جمال حندان في كتابه شخصية مصر جملة معبرة جدا ومريرة للغاية الحقيقة انه وكأن مكتوب على مصر ان تظل مريضا لا تشفى ابدا ان تظل مريضا لا تشفى ابدا ولا تموت ابدا فيبدو انه بعض يعني الاتجاهات او التوجهات تجاه دور مصر انه يتحجم انه لما يبقى مساحة لما تجبر لا يرجعت ده كلام طبعا من زمان قوي من ايام معاهدة لندن 1840 يعني ومحمد علي ومحاولات محمد علي للتمرد على المعاهدة دي ودفع كلفة برضو تجاه كثيرا فده ربما جزء طبعا يمكن علاجه ومسياسات ولكن ده جزء من مشكلة انه العالم مش هيبقى ومش حقيقي انه واقف جمك في موضوع السد الاسيوبي لانه برضو مش عايز اكتبقى عايز اكتبقى زي الملاكم العجوز او الملاكم الاصيب وعادة مرة اخرى للحلبة ولكنه عنده اثر الاصابة ما يقدرش يودي لكمته للآخر ده يعني ما يقدرش يعني حارس مرمى عنده وطر اكيرس ما عارفش يطير على كل كورة هو عايز عايز كده مين عايز كده القوى الدولية عمومة والعربية وبعض الدول العربية وبعض القوى العربية فباولك تقدر تواجه ده بقوة بس ازاي وايه طبعا كيه التفاصيل حصل حاجة تانية مع موقف مصر قوي جدا او لاستعادة قوة مصر عربيا واقليميا حصل بقى اللي بقولك عليه ملحن طول الوقت خطأ الحكومة في التعامل معه وهو يعني اظن منهج كبير يعني ممتد حتى الان هو عدم الاهتمام بصورة مصر في الخارج الحقيقة صورة مصر في الخارج يعني من طول الوقت احاول اولح على دي الفكرة لعلها تتضح بمناسبة ان يعني ان انا اتصور انه دي نقطة مهمة ومفصلية في تحالفات ومصالح بين الحكومة المصرية والحكومات الغربية فالحكومة متصورة انه مجرد اقامة العلاقة مع حكومات او شركات يعني انه صورتنا تحسنت غربية الحقيقة لا الحقيقة صورتنا تحسنت مع الحكومات وبقولك هو وحسين ادي احنا بنستعيق قوتنا لكن لدى الشعوب والمجتمعات هي يقول لي بقى الشعوب والمجتمعات انا اسف بس هو الشعوب المجتمعات الشعوب المجتمعات اللي هي ايه اللي هي الاحزاب اللي هي مجتمع مدني منظمات مجتمع مدني اللي هي صحف وسائل الاعلام اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي مراكز بحس اللي هي نقابات والتحادات عمالية اللي هي جامعات والمجتمع الاكاديمي هو ده المجتمع الدولي والمجتمع الدولي ده مفرداته دي ده هو احنا صورتنا وحشة فيها صورة مصر انها دولة مستبدة ودولة غير ديمقراطية طبعا رد الحكومة بسيط والحكومة احيانا بتقولها اللي هو احنا كده واللي مش عاكبه يشرب بالبحر انا اخشى ان انا اقول انه فيه جهات عايزانا نشرب بالبحر فعلا وهو فيه جهات عايزانا نشرب بالبحر بس نعمل تنقية اللي ميها البحر يعني بس نشرب بالبحر فلا لازم وقفة تعبوية في الموضوع ده لانه المشهد هنا غريب او يا جماعة اسيوبيا بقى مش دولة مستبدة اسيوبيا دولة بتأكل شعبها رسمي نظمي فهمي يعني اسيوبيا فهمي نظمي رسمي اي تاني يعني انه اثيوبيا حرب اهلية طاحنة وانشقاقات وفرز عرقي ومواجهة مواجهة وحرب ضد اعراق اثنية في وقبائل يعني شيء مش معقول من التفتت والتمزق والحرب الاهلية وانتهاج حقوق الانسان والاستبداد الحقيقي الى درجة الجرائم اللي ضد الانسانية الى درجة الرغبة في سحب جائزة نوبل من ابي احمد الى الدرجة اللي في دعوات لمحاكمة ابي احمد رئيس المزراء الاثيوبي في المحكمة الجناية الدولية ومع ذلك بيتعاملوا انه احسن مننا وانه دولة ديمقراطية والانتخابات الاخيرة اللي كسب فيها حزب ابي احمد بيتكلموا عنها اعتارها انتخابات ديمقراطية طبعا يعني ما هو بقولك الحال يعني مصر احسن من اسوبيا لو انا بقارن جدا مليون في المية سياسية رغم ان مصر يعني فعلا دولة غير ديمقراطية انما انا مش فال ليك عين تقولي ان انا دولة غير ديمقراطية او انا فعلا دولة غير ديمقراطية اصلا ليك عين تقولي ان انا دولة غير ديمقراطية ثم ما هي تاسوبيا ايه الديمقراطية اللي فيها دي يعني اذا كنت انت معيارة لو انت بقى لو انت امين يعني لو انت منظرات حقوق انسان او 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 امين فعلا فما ينفعش تقول ان تحاسبني على أنا أصل أنا دولة بنتك حقوق الإنسان وتبقى السيوبية إيه؟ دولة بتعمل إيه؟ شوف قد بالك أنا ما بنت أنا ما بمفيش إن أنا دولة غير ديمقراطية لكن أنا ما تقارنش مع السيوبية ولو معيارك دول غير ديمقراطية فأنت مش عايز تقف جنبها وبتواجه وبتهاجم رئيسها طب بقى السيوبية دي أخبارها إيه؟ يبقى أنت بكيل بمكيالين أنت بكيل بخمسمية مكيال ده حكم على الهوى دي نقطة مهمة لابد من إدراكها والحقيقة هي المفروض إنها الدولة تدركها قبل ما يكون الشعب يدركها كمان وإن كان طبعا وعي الشعب لابد أن يسبق دايما أي وعي زي ده حاجة مهمة تابعة لده يعني وراء ده إيه هي بقى؟ ويمكن دي النقطة الرابعة إن مصر لم تسوق قضية السد عالمية لأن مصر مش مهتمة بصورتها في الخارج وفاكرة إن صورتها في الخارج هو الحكومة والحكومات أو الشركات فطالما عقدنا صفقات مع الشركات وطالما عقدنا صفقات مع حكومات وطالما بقى فيه علاقة اقتصادية وطالما فيه زيارات متبادلة وطالما فيه فخلص الموضوع لا ما خلص الموضوع لكن عموان هو الدولة تصورت كده فتصورت إنه صورتها في الخارج مش مهمة مش مهمة ومش هخضع عنا لابتزاز الخارج ويروح الخارج في ده خارج إيه؟ من خارج ما إحنا هو الناس الرؤساء ورؤساء الحكومات وبتاع كويسين وزيال فل وبنبني علاقات قوية جدا وكل حاجة فليه نسوق نسوق صورتنا في الخارج أم جاي بقى في السكة لم نسوق قضية السد في الخارج طب يعني إيه نسوق صورتنا وقلناه إيه نسوق السد بقى في الخارج يعني مرة أخرى الحكومة اكتفت لأنها اشتغلت على مدى السنوات في المفاوضات مع أثيوبيا وقالت للمجتمع ما لكش دعوة قالت ليه نحن ملناش دعوة ولا قالت لينا دعوة قالت ملناش دعوة كمجتمع مش كإعلام مصحفة يعني وإعلام مصحفة كإعلام مصحفة ما لكش دعوة إحنا بنتفاوض مش وتحملت الحكومة المسئولية في الفترة دي كلها السنوات دي سنوات دي خمس ست سبعة سنين أثيوبيا ما كانش سكتة بره أثيوبيا ما كانش سكتة بره خد بالك الوقت ده كمان كان فيه زهوة بتاع جازة نوبل بقى بتاع بيقى أحمد وكده ما كانش سكتة بره بقى اللي أنا بقوله بقى المجتمع الدولي مركز بحث أكاديمية جامعات وسائل إعلام سوشال ميديا مواقع وصفحات ورسائل وفيديوهات وقصص رهيبة هائلة مستمرة حتى الآن طبعا وبتحصد النتيجة هي فلما تجدوا تبعزيني في حاجة يا معاش يا ورولي المهم أنه سنوات من الدأب والنشاط الأثيوبي في مجتمع دولي ما فيك يا أمريكا جمعة إلا وأثيوبيا استهدفت المسؤولين أو المتقصصين في الشأن الإفريقي في شأن المياه في شأن إيه وتعمل السردية بتاعتها الرواية بتاعتها وجهة نظرها وتبعت وتقول وتناقش ويخش عليها بقى سوشال ميديا العالم كله وطبعا سوشال ميديا والقوة بقى اللي موجودة على سوشال ميديا والمنظرات حاجات مش طيقة مصر أصلا ولا سياسة مصر ولا إدارة مصر فتقوم شركة وبقى فيه فجأة باللغة الإنجليزية يعني فجأة المجتمع اللي من النوع ده بقى المجتمع اللي هو الغير الحكومي وبعدين تحاول إلى الحكومي وأظن كلمات مجلس الأمن واضحة عضل مجلس الأمن يعني ما فيش حرارة مش إسرائيل أنت عشان يتكلموا عنك بحرارة مش حد بتحسش أنه حد شايل همك وبيكلم فيه كلام دبلوماسي محايد ظاهره الحياد وبتاعني والمفادات كلها شغالة وأجمع المجلس الأمن وعنجس الأمن على ضرورة اللجوء إلى الاتحاد الأفريقي والحق الصديق ليه بقى ليه لم يتم تسويق طبعا عندنا يعني ربما مؤخرا بدأ وعشان خطري أكيد في جهود فردية حصلت وأكيد في بعض يعني المؤسسات حاولت تشتغل على حكاية مخطبة العالم وبتاع لكن أولا ده موضوع ضخم وكبير ولازم مخطط ومنظم ويبقى لازم يبقى فيه لكن الحكومات لما بتخاطب العالم بربع مصداقية ولما يكون حكومات زينا كده متهمة بناها غير ديمقراطية المصداقية بتبقاش عشرة في المية حتى بيبقى المطلوب ساعتها زي ما أسوبيا عملت ما أسوبيا بتنوتش عباب المنظم حكومة يعني لكن عملتي أطلقت كل قواها المدنية والمجتمعية في قصة تسويق حق أسيوبيا تنت تقرأ وتشوف كلهم بكبير مصر استعماري إحنا الاستعماريين تخيل أنت طبعا ما تصدقش وتقول إزاي كلام وإزاي كلامنا ناس بصدقين ناس بصدقهم بتقولوا عادي ليه؟ بقيلهم ست سنين سبعة سنين بيقولوا وإحنا مش موجودين أصلا ليه؟ لأنه اللي حصل ده بقى وبرضو أرجو أنه الدولة يتسع صدرها يعني أجهزة الدولة يتسع صدرها لأنه فكرة أنه الحساسية الشديدة مع أي حركة من خارج الدولة من خارج أجهزة الدولة لصالح البلد في ريبة من أي حركة وفي احتكار للحركة من قبل أجهزة الدولة حركة المجتمع فماش؟ ما أنت فقدت المجتمع فقدت منظمات ومؤسسات وجمعيات وشخصيات مبادرة وناس لها علاقات دولية مش معاك مش في أدواتك خالص أنت بستغني عنهم وأرفام منهم أو كريههم كدولة أو يعني متجنبهم أو حتى أجهزة الدولة بتعديهم أو بتسجنهم والأطراف التانية في أسيوبيا شغالة من ستين ملة في أسيوبي ستين ملة بكلم بجد يعني ملل 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 اللي عايز يشوف يعني الملل والنحل اللي لها في أسيوبي ما احترامنا طبعا لكل الملل والنحل يعني وانت هنا مصر بلد بمشاعر واحدة بقضية واحدة كلنا مؤمنين بيها وهي نهر النيل لا يختلف فيها أثنان على الإطلاق طبعا سياف الإرهابين دي قصة تانية دول الأخوان ومع ذلك المجتمع محروم من الحركة في هذه القضية في الخارج ويكلم الخارج لأنه أي شيء هتعمله مجبوه بالضرورة ولازم يبقى من خلال الحكومة والدولة فلو يبقى من خلال حكومة والدولة حكومة والدولة يفتل مصدقيته أصلا منوش لازمة والدولة بتدير علاقتها ازاي مع الجمعيات والمجتمعات وانت مع المدى والحقوق لو انت مش مع الدولة مع جنسة الدولة لأنه مصر كلها مع الدولة يعني هنكون معه إنما والمعارضة مع الدولة المعارضة دي جزء من بناء أي دولة حقيقية مقترمة إنما لو انت بقى مش موافقة جهزة الدولة مية في المية لهي عايزة تشوفك ولا تعرفك ولا تقرصيني ولا عايز عسلك وروحوا غوروا وعملوا شوفوا العب في اللي تبتلسلوا في أي حاج ما ينفعش ما تلا تقبل حتى باللي معاها 80% 70% يا سلام بقى له مفيش لا إما مية في المية ده ده معاوية بن أبي سفيان اللي هو استطاع أن يكسب وينتصر على الإمام المتقين يعني على علي بن أبي طالب كرم الله واجهة على الزوج فاطمة على أبو الحسن والحسين على ابن عم سيدنا النبي معاوية كذبه سحقه يعني انتصاراً عسكرياً كان أو سياسي اللي هو معاوية مين يعني جنب ما احترامنا طبعاً لكل الشخصيات التاريخية لكن هو مين في الميزان جنب علي بن أبي طالب مين هو يعني يتوزن جنب علي بن أبي طالب كذبه بالسياسة بشعرة معاوية اللي بينه بين معاوية عشرة في المية اتفاقاته مش مش مية في المية مش تسعين طبعاً ده مش معناها ان الوقت فات لمخبط رأي العام لكن الرأي العام العالمي والدولي لكن ده وقت مهم للتنبه ان احنا بنكلم نفسنا الحجد والسخونة اللي احنا فيها دي والحلل الرأي العام والحاجات اللي بنكتبها على الفيسبوك والأغاني اللي ممكن نغنيها للنيل والتصريحات اللي بنقولها والصور اللي بنعملها والبرامج اللي بنكلمها كل ده حجد وتعبئة وخارج الموضوع كل ده للمجتمع المحلي الاستلاك المحلي عمزا كده لما كنا بنسوق مصر في كاس العالم فكنا بنسوقها في سهاج والزقازيق والمنوفية وبورسعيد فاخدنا صفر في المنديال فاحنا بنسوق لنفسنا يعني رأي العام المصري على قلب الرجل واحد وموضوع النيل فاكرين موضوع قناة السويس موضوع النيل بيجري في قلوب المصريين ده موضوع مقضي به محسوم فاحنا مش محتاجين الرأي العام الداخلي كله على قلب الرجل واحد احنا محتاجين نخطب لعنا نخطب افريقيا شفتها صراحات كينيا ايه ده ده ولا كأننا كلمنا كينيا في تريفون شوف حتى صراحات كونغول المفروض انها رئيس الاتحاد الافريقية شوف تصراحات جنوب افريقيا ووسائل علام في جنوب افريقيا احنا فين من عالم ده ليه ما عملناش شغلنا كمجتمع احنا شغالين طول الوقت شحن باللغة العربية الفصحة والعامية في جوه المجتمع المصري خلاص وحرمين نفسنا من قدراتنا وقوتنا وادواتنا ووسائلنا ووسوتنا واصواتنا اللي بتوصل للعالم ليه لان احنا بنحكم الخصومة السياسية او التأفف السياسي من جهة او التعفف السياسي من جهة اخرى في قضية زي دي اللي لا فيها تأفف ولا فيها تعفف اللي فيها مية فيها ارواح ف ده بس اللي احنا اللي انا اخشى ان احنا نكون بوسط كل هذا الحماس اللي احنا فيه اللي هم بنخاطب انفسنا وبنكلم انفسنا بس يبقى السؤال هنا طبو يعني وافرض بالمناسبة الرئيس السيسي لو خد قرار لو هو عايز ياخد قرار الحرب او ضربة يعني ده معناه انه هيحصل شعبية مزهلة مطلقة كاملة يعني عارفين ناصر بعد 56 يعني انما فيه جزء مهم الحقيقة انه هو يبحث عن حل مش عن زعامة وده شيء انا في رأيي جيد جدا وعظيم جدا اما اذا كان الحل بقولك حل عسكري بقولك انت تستحمل العقوبات او التبعات يا راجل اي تبعات في الدنيا اي عقوبات في الدنيا اهوا من عطش مصر اهوا اهوا من ان يجف النيل اهوا من ان يعني تنكسر الاراضة المصرية فطبعا الشعب المصري كله مستعد للحظة تحمل المسئولي لكن مش مسئوليته لا التوقيت ولا القرار ولا الطريقة ولا المدى بعد الفاصل هتكلم عن الاعلام الغربي والدولي كيف يرانا في سد الاثيوبي وقزمة السد الاثيوبي اذا كيف يرى العالم او الاعلام الدولي على الاقل ازمتنا او ازمة السد الاثيوبي مصر وكيف يعني اعلنت للعالم في مجلس الامن بوضوح قاطع وحسم ناصع انه السد الاثيوبي تهديد وجودي لمصر العالم بيتعامل ازاي خليني كعينة كده اولية ولازم اشكر هنا برضو يعني الباحثة والاستاذ الصحفية اميرة جبر على الجهد الرائع في محاولة يعني تغطية كافة الوسائل الاعلام كافة تناولت قضية السد اول حاجة عشان نعرف الويب او الفضاء الالكتروني ده عامل ايه ايه موقفنا ايه معالجة تدور على كلمة مصر واسيوبيا تكتبهم بالانجليز طبعا على جوجل يطلع لك محركات البحث يطلع لك مصر واسيوبيا حرب مصر واسيوبيا حرب السد هل تستطيع مصر تدمير السد الاسيوبي تمن اقتراحات ذات صلة مصر واسيوبيا حرب عشرين وواحد وعشرين حرب المياه مصر واسيوبيا اخبار مصر عن اسيوبيا اليوم اخبار اسيوبيا هل تستطيع مصر تفجير السد الاسيوبي ده اللي يطلع لك كان ايجيبت او يطلع لك كل ده اغرب بتعمل سيرش مصر اسيوبيا كأنه العناوين دي هي اللي ده طغيان كبير على الاهتمام بموضوع السد اللي هو البعد العسكري والصدام والحرب فانفي انشغال حقيقي في كل يعني وسائل اعلام او وسائل الميديا كلها قديمة على جديدة بفكرة الحرب والصراع مصر اثيوبيا دايما تيجي في سياق الور الحرب وهكذا جوجل كاشف بوضوح وده المحرك البحث الام في العالم عن كيف ينظر العالم او كيف تعالج دوائر العالم الاعلامية والسياسية قصة السد تعالى الروح بقى لبعض الصحف كان عينة في تصوري في ظني في زعمي عينة بينة لكيفية المعالجة وشوف الروح اللي بيتتم بها تغطية الموضوع او معالجته كريستيان سانس مونتور بتقول جران طبعا الامريكي الشهير بتقول في اليوم التالي على ضفاف على ضفاف النيل مصر واثيوبيا تعد دولتان على ضفاف النيل مصر واثيوبيا جيوشهما لما قد تصبح اول حرب شاملة على المياه في التاريخ خافش اجابة شاملة من نيل لكن اهو توقحها يعني التوترات قد وصلت لذروتها هذا الاسبوع مع بدء اثيوبيا الملء الثاني لغزان السد مما يزيد لمجلس الامن يوم الخميس اختتت الجريدة افتتاحية ولما تبقى دي افتتاحية يعني مقال يحمل رأي الجريدة موقف الجريدة لقد اصبحت دبلوماسية المياه ضرورة في الشرق الاوسط حيث تستطيع مثلها مثل المياه ذاتها ان تطفئ السنة لها بالصراعات بين البلدان كتلك القائمة بين اثيوبيا ومصر كل ما يتطلبه الامر امثلة افضل لاجاد مصالح مشتركة وتقاسم المورد الطبيعي خد بالك جراني امريكي تاني بيقول ايه مصر والسيوبيا تستضيمان حول سد نهر النيل بينما تلوح نضرة المياه في الافق حول العالم ده والستري جراني يكتب يوم 10 يوليو في اليوم التالي برضو للمجلس في العالمية كل وفي التوجه العالمي كل اللي هو الرواية الاسيوبية عن نفسها اللي يقولك في مؤدبة التقرير تمارس مصر سيطرة غير محدودة على امكانية الحصول على مياه النيل منذ الحقبة الاستعمارية ده مصر اللي بتسيطر والحقبة الاستعمارية مصر البلد الاستعماري وان اتفاق مصر تتمتع بحقوق واسعة لاستخدام مياه النيل الحقبة الاستعمارية حقوق واسعة اللي هو الخمسة وخمسين مليار متر مكعب اللي مصر اصلا لا تكفيها هذه الحصة اصلا وبناخد عشرة في المية من المهضرين عند السودان عشرة مليار من عند سودان مهضرين من عند السودان من قد نستخدمها مع عشرين ولا عشرة تانيين مياه جوفية ومعندنا مجاعة مائية فمصر هي استعمارية وبتمارس حق استعماري كنت لك اول مرة دول المصاب تمارس على المنبع ازاي دول ما جامل عندك انا قدر املاحها برضو عنك ازاي المنطق وبعدين مصر بقى ايه حرمت السودان من السودود تخيل اتفاق يعود لعام تسعة وعشرين شامل المملكة المتحدة كانت تحكم انا ذاك الخلبية العظمة من منظمة من منطقة نهر النيل اعطت لمصر حق الاعتراض على اي مشروعات بناء قد تؤثر على كمية المياه التي تتلقاها حتى وان كانت في دول المنبع بقى برضو الاتفاقية الاستعمارية برضو تسعة وعشرين ولا في حاجة في الدنيا اسمها القانون الدولي للانهار وانه اسيوبيا تضرب بهذا القانون عرض الخاط يعني يعني عرض اكتافك يعني وتطيح به وتكسر وتنتهك والعالم كله قاعد يتكلم كلام فارغ يعني كلام تهدئ وهدهد غريبة جدا يعني يا جماعة ده انتهاك لقانون الدولي للانهار انه لازم الدول المشاطئة على نهر واحد لازم كلها تبقى صاحب القرار وانه ماش في ضرر على الدول المصاب قوانين موضوعة دولية ومقررة وموقعة وموثقة ومصدقة تم تصديق عليها يعني وموجودة في مجلس الامن وموجودة في القانون الدولي ومع ذلك ولا كأنه هنا بقى مصري بتنفس قوانين استعمارية ومصر بلد استعماري والمجتمع الدولي المتبني النظرة دي عادي جدا وبيقولها عادي والاسوبيني يقولها طول الوقت والأذن الدولية عادي جدا وانت تقول يا جماعة انا هتجنن ايو الكلب يقوله ده ها يعني منذ الخمسينات تعرق المصر بناء السدود الاثيوبية من خلال تهديدات بالتدخل العسكري في نهاية التقريب تقولي بقى القادة السياسيون في مصر قالوا ان القاهرة في مقدورية وقف المشروع ولو بالقوة الامر الذي كان قد استبعده الرئيس السيسي في السابق مفضلا ومفوضات غير ان انهيار المحادثات مع اسيوبيا هذا العام جعله يقول ان كل الخيارات مفتوحة خد بالك بقى كتير من القوى اليمين الامريكي والاوروبي بيكلموا عن انه حق اسرائيل تروح تضرب ايران ان ايران عندها امكانية انها تعمل قنبلة نووية ومزعلانية اسرائيل تروح تضرب بداية التمانينات المفاعل النووي العراقي اللي هو بصدد انشاءه لسه صدام حسين وقتا فتروح تضربه وتدمره ومحدش حتى يلمس كتف اسرائيل بشعرة وانت بقى لما تيجي تدفع عن حقوقك المائية عن حياتك ها العالم كيف انتظرك وكيف انظر لك وكيف تتوقع منه خلينا روح الى تقرير مصور وقت تلفزيوني cbs news واللي فيه كلام مهم مع محللة الشؤون الخارجية للمحطة تعالوا نشوف هايوة يا فندم يقلق مصر بشدة يعني نشرح لانه يقلق مصر بشدة انه هيعمل خسائر هائلة لمصر وانه مصر مش ضد السد الاسيوبي ضد ملقه 75 مليار متر مكعب انه لو هي عايزة تبني وتعمل كهرباء 15 مليار كافية جدا لتقطيط اسيوبيا واسيوبيا تصدر كمان كهرباء ليه 75 مليار الا لو الهدف انها تمسك مقدرات النيل وانه تسيطر على النيل مصر تسيطر على النيل في ايه كيف تسيطر اصلا مصر على النيل وهي دولة مصب ازاي تسيطر على النيل يعني باي معنى حرم مين يعمل ايه شيء مدهش وبعدين لما ييجي مطلوب حرمان مصر والسيطرة على مصر يعني هيبقى بالنسبة لنا اسيوبيا الباب العالي المفروض ان احنا يعني منتظرين الباب هيفتح ولا لا وينزلنا مية ومطر فهل المفروض ان مصر تقبل بدا والعالم يقولها برافو عليك تطيبة مهزبة ومع الشعب الاسيوبي في تنمية نفسه بانك تنتحري يا مصر باي منطق لكن Peter هو ده بقولك الرواية الاسيوبية بتتقال والرواية المصرية اصلا مصر الان اصلا مصر هتكون سيطرة ويعين السيطرة هتفك عيد مصر فمصر زعلانة انها هتبقى السيطرة هتفك بالايديها سيطرت ايه ومصر زعلانة عشان السيطرة هتفك بالايديها ولا مصر زعلانة علشان شعبها يجوع ويعتش وعشان حضرتها تهتز ازاي يعجب اي منطق لكن بطبيعة الحال هذا هو المنطق السائد وعشان كده بقول احنا في لابد من العودة الى كسبة ارضية دولية ولازم المجتمع الدولي اعلامه وسياسيه وجمعياته المجتمع المدني ومجتمع الصحافة ومجتمع البحث العلمي ومجتمع الاكاديمي ومجتمع منظرات حول الانسان والدنيا كلها تقف على رجل تقف معاك المهروض نظرات حول الانسان اللي احنا بنخاصمها وهي تقاصمنا هي تقاصمنا وانحنا نعاديها ديها المفروض اللي كانت تنتصر لحقك في المياه بالمناسبة حق في المياه ده حق الانسان برضه لما تشوف المونتور الموقع المونتور متخصص في روش شرق الاوسط وده عربي امريكي هو اللي مؤسسه بيقول ايه في عنوانه هل حقاقت مصر حجدا دوليا لحماية مصالحها في النيل الازرق الرد بقى في العنوان الفرعي يبدو ان الدولة في مجلس الامن قد حافظت على موقف متوازن تجاه النزاع على سد الاسيوب الكبير موقف المتوازن ده الحقيقة مش متوازن اي موقف ينتهي بانه نرجع تاني نتفاوض تحت مضلة الاتحاد الافريقي فهو زهاب الى باب مسدود زي ما قلتلكم في بداية الحلقة لو الدولة زهبت الى الباب المسدود يبقى اكيد بساء راح هناك علشان تكسب وقت تنتظر تتمهل شيء سيناريو اخر تعده تجهزه بتبدي مرونة خارجية وحزم يعني بطني يعني انما لا يمكن يكون زهاب طوعا عاديا طبيعيا للباب المسدود عادي تاني ده لا يمكن ان يكون شيئا لا منطقيا ولا عاقلا بالصدفة هيستوري واحدة من اهم القدوات المتخصصة في العالم طبعا القدوات التاريخ الامريكية بيوم 12 يوليو بتنشر مقال تحت عنوان لماذا كان نهر النيل شديد الاهمية لمصر القديمة وطبعا يعني مع الاحداث بدى وكأنه مهم العودة الى التاريخ وإلى يعني تاريخ مصر القديمة وكيف ان النيل كيف ان مصر هيهبت النيل اندبندت بقى بتقول في 13 يوليو بينشر المستشار التحرير والصحف المتخصص في قون الشرق الاوسط احمد ابو دوح تقرير المواجهة الخطيرة حول السد الاثيوبي في النيل قد تخسر مصر النزاعة وتفقد مستقبلها وتفقد مستقبلها هنا ده تنويع على التصريح الواضح الجارح اللي قال وزيري خارجية وهو يجرح العين والقلب والضمير معا للعالم لو العالم يعني لديه قلبا او ضميرا انه سد الاسيوبي تهديد وجودي لمصر مرة اخرى اعود واوكرر واوكد ان الصراع اصبح صراع وجود لا صراع سدود العنوان الفرعي يبدو ان الخيارات الدبلوماسية تم فد او تم فز من مصر والسودان في نزاعهما مع سوبيا حول السد العملاق مارتين بلاو الزميل في مهد دراسات كومن ويلث في لندن بيقول في ذات التقرير اللي كانت بو احمد ابو دوح اديسة بابا كانت عازمة على المضي قدما في ملء السد بغض النظر عما يقول مجلس الامن طبعا واصبح عمره واقعا اشوك سواين استاذ دراسات السلام والصراع بجامعة في السويد بقول لان يتمكن المجلس من القيام بالكثير مجلس الامن حيث انهم مجلس منقسم ليس لديه تاريخ في التعامل مع صراعات المياه كما يزيل دعم الصين وروسيا لاسيوبيا اي احتمال في ان تأخذ الدول للمشاطئة التلاتة موقفا مشتركا قريبا طبعا البعض اللي بيكلم عن الموقف الروسي هو الموقف الروسي فكر بالطريقة دي بالطريقة السوفيتية القديمة اللي هو لازم تبقى حليفه بالكامل هو برضو اشتغل معانا بحكاية لازم تكون معايا 100% مش 90 مش 80 مش 70 مش 50 فلاقاك بتتفق مع الدول الغربية وعلاقتك بدول الغربية وبتعقد معا تحالفات وصفقات وبتشتري من هنا وبيجو نقابه عندك وهو وهو بيكسب يعني كسب هو حتى مفاعل الضبعة والمشروع اللي هو كان عامل حسابه على استثمار سوفيتك او روسي كبير يعني فيه متوقف ومتعطل مثلا فاصبح قراره ببرودة ثلجية يعني قطبية طبقا للقطب الشمالي يعني والدب الروسي قرر انه يدب يعني بقول انه التحالفات والمجتمع الدولي ينظر دائما الى مصلحته ومصالحه كحكوماته دي ثم الاتحاد الروسيا يعني معنداش رأي عام بقى ضاغط ولا ناس يعودوا يقولوا والحق الانهار والقانون الدولي طب مش عارف ايه او ده مصر الصديقة الحبيبة العفيفة لا لا فيش من ده واهوا يضغطوا عليه لا يعني الرأي العام المحلي فيه روسيا شيئا اللي حاكمها يعني شأن الدول الشمولية كلها وليام ديفوسون محل الاول في الشأن الشوبي بمجموعة الازمة الدولية بيقول في ذات التقرير في الاندبندت ان الخلاب بين الجانبين على نقطتين الاول حجم المياه وكيفية حل النزاع حجم المياه تطلقها اسوبيا اسناء الجفاف وكيفية حل النزاعات التي ترفض اسوبيا فيها اللجوء الى التحكيم الدولي راجل دارس عن الخيار العسكري قال بقى مارتن بلاو على مصر والسودان ايه بقى مصر والسودان اما ان يفعل اتفاقية مارس العسكرية لبعاقدتها مصر والسودان مع بعض ويشنان غارة على غارة ماء على السد او ان يتقبل حل اثيوبي احادي لتنظيم مياه الازرق من الصعب رؤية اي بديل اخر معقولة اما الراجل قاله بوضوح لا اما حل عسكري لا اما القبول بالسيطرة الاثيوبية تعالوا نشوف المحللة الاثيوبية بتقول ايه في تلفزيون جنوب افريقي طبعا اي مصري هيسمع هذا الكلام الجاهل الغابي الكذاب هيتحرق دمه لكن العالم بيسمعه وينصط اليه كذب كلام كذب رهيب احنا متشمسين بالاتفاق الاستعماري احنا متحكمين في النيه احنا رفضين التعاون احنا ضد النلباء السد يتبني احنا قالوا لنا تعالوا ابنه معنا واحنا رفضنا كذب كمية كذب وجه وعدوانية وتزوير وتزيف مش بتقولوا هذه البحثة الاثيوبية من باب بقى وطني او من باب يعني سياسي لا يقولوا كل الاثيوبيين حتى اللي بيحاربوا بعض بضروا بعض بالرصاص بقوتوا بعض والعالم بيسمع هذا الكلام منذ سنوات وتبنى هذه النظرية وهذا الكلام وبدأ وكأنه احنا يعني بندفع عن وجود الشمس في كبد السماء والاخوة بالعالم هتقول ايه ده هي فين الشمس دي فين انا مش شايف والشمس ايه حج لا فين دي اصلا 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 ماذا ستفعل مصر هذا والسؤال الذي يطرحه الجميع واللي حاولنا الاجابة عنه بتفاصيل كثيرة وسنظل نحاول ان نجيب عنه تحت العنوان الاهم انه السد الاسيوبي اصبح الامر بالنسبة لنا مع السد هو صراع وجود لا صراع سدود بعد الفاصل هل تقي باستاذنا الخبير الاقتصاد الكبير ووزير المالية الاسبخ دكتور احمد جلال فانتظرونا